اشتركوا في القناة الى يوم الدين اما بعد فالموضوع الذي نتحدث عنه اليوم هو اثر التوحيد على عبادة المسلم والتوحيد هو مأخوذ في لغة العرب من وحد الشيء اي جعله واحدا وهو شرعا افراد الله تعالى بما يختص به من الالهية والربوبية والاسماء والصفات فالله جل وعلا واحد احد فرد صمد تفرد في ملكه وتدبيره فيوحد الانسان ربه بتوحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبية هو توحيد توحيد الله تعالى بأفعاله هو من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك وتوحيد الله تعالى في ألوهيته هو توحيد الله تعالى بأفعالك أنت أيها العبد في الأعمال التي تعملها لله فتعمل الأعمال من دعاء وصلاة وزكاة وصيام وحج وسائر القربات لله تعالى وحده لا شرك له خالصة له من دون غيره وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله جل وعلا بالكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته فهو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السمع البصير فلله أسماء هي أسماء الكمال فيما يستحلق بالله جل وعلا وله صفات تليق به جل وعلا وهي لا يشبهها صفات المخلوقين وإن اتفقت في اللفظ فالله تعالى سميع ولكن سمعه جل وعلا لا يشبه سمع أحد من خلقه ولا أحد من خلقه يشبه سمعه سمع الله فالله تعالى لا يشبه أحد من خلقه والله جل وعلا لا يشبهه أحد من خلقه فله الكمال التام في ذاته وأسمائه وصفاته يقول ابن القيم رحمه الله ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء وملكه كما كان عباد الأصنام مقرن بذلك وهو بمعنى هذا أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون لكن التوحيد الحقيقي هو الذي يتضمن من محبة الله تعالى والخضوع لله والتذلل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال فهذا هو التوحيد وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية فلا بد أن يكون الإنسان مع توحيده للربوبية موحدا في الألوهية وموحدا في الأسماء والصفات وأثر التوحيد على عبادة المسلم العبادة هي الخضوع والتذلل في لغة العرب ومعناها الشرعي هو الانقياد والخضوع لله مع التقرب إليه وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله بتعريف لطيف فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالإنسان يعمل الأعمال التي يريد بها التقرب لله وحده لا شريك له يعملها خالصة لله لا يشترك مع الله فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرصن ولا ما دون ذلك من سائر المخلوقات من آدميين أو جان أو حجر أو شجر أو غير ذلك فالله تعالى هو الذي تكون له العبادة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيمة ويقول جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فيجب أن تكون العبادات كلها لله تعالى وأن تكون خالصة لا يكون فيها رياء ولا يكون فيها سمعة ولا يكون فيها نفاق ولا يكون فيها شرك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه جل وعلا الله تعالى يقول أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فيجب على الإنسان أن تكون أعماله لله تعالى فإن اشترك غير الله في هذا العمل فإن الله لا يقبله لأن الله غني عنك وعن عبادتك وحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من أدنى أنواع الشرك وهو الرياء فقال فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل فالإنسان توضع في بيته لأجل أن يصلي لله وجاعه إلى المسجد لأجل أن يصلي لله ولما وقف يصلي لله رعى إنسانا ينظر إليه فزين صلاته من أجل هذا الذي ينظر إليه فإن الله تعالى يقول إنه غني عنك وعن صلاتك ليس محتاجا لهذه الصلاة وأنت حينئذ اذهب إلى فلان هل سيعطيك شيئا هل سيغنيك هل سيصد عنك شر أو هل يجلب لك خير لا الأمر كله لله فهو جل وعلا الذي يملك الضر والنفع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله إذا عرفنا هذا فما أثر التوحيد على العبادة أثر التوحيد على العبادة أثر جسيم وعظيم من ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى فالإنسان الموحد لله جل وعلا يعظم الله ويخاف الله ويتذلل لله ويجل الله جل وعلا وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى واعتقد الرسالة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام والإعظام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح وإنما قارنه استخفاف أو تسفيه أو ازدراء بالقول أو بالفعل كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه لأن حقيقة العمر أنك لم تعظم الله وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب فدعواك توحيد الله وإفراده في الإلهية وعنت تنظر إلى غيره أو أنك تستخف بوحدانية الله فإن هذا دليل على فساد عقيدتك ولو ادعيت هذا ولهذا أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين يصلون مع المسلمين ويقولون لا إله إلا الله في اليوم مئة مرة أو ألف مرة ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالله تعالى شهد على المنافقين بالكذب في قولهم إنك لرسول الله مع أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يعلم الله تعالى ذلك لكن مقولة المنافقين نشهد إنك لرسول الله هم كذبوا لم يشهدوا مع أنهم تلفظوا بذلك وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهم يكذبون فإذا كان القلب خاليا من معنى تعظيم الله وإجلاله دل ذلك على كذب المتلفظ بالشهادة يقول الإمام بن القيم رحمه الله هذه المنزلة تابعة للمعرفة أي تعظيم الله جل وعلا وإجلال الله هذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا فأشد الناس تعظيما لله هم الذين يعرفون الله حق المعرفة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأعلمكم بالله يخاطب الصحابة والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف فعلى قدر معرفتك بالله يكون تعظيمك له وخوفك وحذرك وإجلالك ورهبتك ورهبتك من الله تبارك وتعالى والأثر الثاني من آثار التوحيد هو الخضوع والامتثار لأمر الله تعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى قدر ما يكون عندك من الخضوع والامتثال تنقاد لأوامر الله يقول الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فالمؤمنون إذا دعوا إلى حكم الله يستسلمون ويطيعون وينقادون ولا يعترضون وإذا قيل إن حكم الله تعالى في هذه المسألة هو كذا سلموا أمرهم وانقادوا إذا كان أمرا نفذوه وإذا كان نهيا تركوه ولا خيار للنفس في التردد أو الأخذ والعطاء فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله إذا دعوا إلى الحكم بما أمر الله تعالى به أو بما أوجبه الله إنقادوا لهذا الأمر أو دعوا للانتهاء عما نهى الله تعالى عنه يتوقفون عنه ولا يترددون في ذلك لأنهم يسمعون لأمر الله ونهيه وعمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه هؤلاء هم المفلحون هم أهل الفلاح وهم أهل الصلاح الذين يفوزون برضى الله جل وعلا وجناته ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فالإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا لا بد أن يتأكد عنه حلال ولا يجر على الأمر وهو لا يدري هل هو حرام أم حلال وليس له أن يقدم رأيه أو هواه أو رغبته على حكم الله وإنما يجب عليه أن ينقاد لأمر الله ويطيع الله ويسمع ويستسلم لتوجيهات الله جل وعلا وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقول هذا رأيي أنا ولا أرى أن هذا هو الصواب ولو كان يخالف آية أو حديثا وإنما يجب عليه أن يعرف الحكم ويلزمه ما دام عنه من عند الله فلا اجتهاد مع النص ولا خيار للإنسان في أمر من الأمور قد جاء الحكم فيه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم فعقلك يكون قاصرا عن حقيقة الحق ويجب عليك أن تتبع الحق الذي جاء من عند الله وقناعتك الذاتية ليست مقدمة على حكم الله وإنما إذا اقتنعت بأمر وظننت أنه الصواب وهو مخالف لحكم الله فهذا دليل على فساد فهمك وعجز عقلك عن إدراك الحق فيجب على الإنسان أن يخضع لأمر الله وأن يمتثل لأمر الله جل وعلا فلا يقدم على ذلك هوى ولا قول فلان أو علان وقد قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا بد من التسليم التام لحكم الله جل وعلا في كل شاردة أو واردة والأمر الثالث من عثر التوحيد على عبادة المسلم هو تقوية الصلة بالله وكثرة الإنابة إليه والرجوع لحكمه فمعرفة الله تعالى حق المعرفة والتشعار معاني أسماء الله تعالى وصفاته يجعل الإنسان كثير الإنابة إلى الله والرجوع إليه فيرجع إلى حكم الله وتقوى صيلته بالله يكون متصلا بالله في كل عمر هو فيه من فعل أو ترك ويكون دائما مقدما أمر الله تعالى وحكمه على هواه فلا يجعل لنفسه مجالا في الاختيار مما يخالف أمر الله وحكمه ويكون دائما في حال إنابة وتذلل ورجوع إلى الله جل وعلا فكلما عرفت أسماء الله ومعانيها وعرفت الصفات الله فإنك تنقاد لها ولا تجر على مخالفة أمر الله تعالى ونهيه وإنما تكون كثير الإنابة قوي الصلة بربك جل وعلا وقد جبل الإنسان على الخوف والهلع وإن مما يقوي نفس الإنسان ويثبتها تقوية الصلة بالله جل وعلا وحسن عبادته تبارك وتعالى فكلما كان خوفك ورجاءك وأعمالك متصلة متصلة بالله كان أمرك دائما من حسن إلى أحسن وإذا وجد عندك تردد أو ريب أو شك أو نحو ذلك كلما خاب فعلك وساء عملك يقول الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروج هم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فالإنسان إذا كان قوي الصلة بالله وكثير الإنابة إليه والرجوع إليه فإنه يكون محصنا من المخالفة ومن الهلع ومن الجزع ومن منع الخير وإنما يكون منقادا يتلذذ بطاعة ربه جل وعلا ويجد منها أنسا وراحة وحبا ورغبة وانقهادا في كل شؤونه وقد جاء قول الله جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بما يقوله المشركون من التكذيب والاستهزاء والسخرية فعليك أن تفزع إلى ربك هكذا يوجهه الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي افزع إلى الله تعالى عند ضيق صدرك وسبح بحمده وكن من الشاكرين لله جل وعلا المثنين عليه بما وهبك من النعم والخيرات وكن من المصلين العابدين لله المشتغلين له في العبادة فإن هذا يكفيك ما أهمك فالإنسان إذا اشتغل بالعبادة وهو المطلوب منه أن يشتغل بها حتى يأتيه الأجل ولا يفتر عن ذلك وليست العبادة فقط هي الصلاة أو الزكاة وإنما هي سائر القربات فكما قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فعليك أن تتعبد لله بجميع أنواع العبادات في كل أحوالك وكل أحيانك قائما قاعدا ماشيا جالسا متجعا وكل أحوالك اشغلها بعبادة الله من أنواع العبادات العبادات منها الصلاة ومنها الذكر ومنها التفكر وغير ذلك من أنواع العبادات فاشغل نفسك بهذا ولهذا قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإنك حينئذ تقوى صلتك بالله وتنشغل بالله عن غيره وتتسلى بربك عن همومك وغمومك وأحزانك التي يكيد بها أعداؤك لك ومن آثار التوحيد من آثار التوحيد في العبادة هو الصبر الإنسان إذا كان موحدا فإنه يصبر والصبر أنواع ومنها الصبر على الطاعة فالإنسان الموحد يصبر على طاعة الله ويصبر على الإخلاص لله فيعمل الصلاة ويعمل الزكاة ويعمل الصيام ويعمل الحج وهو يتعرض إلى مشاق لكن لا يباري بهذه المشاق لأنها هي قربة لإله واحد لا يسترك معه أحد في شيء منها وهو يرجو ثواب هذا المعبود فعنت تصلي لله تريد الثواب منه وتصوم لله وتزكي لله وتحج لله وتصر رحمك لأجل الله وتعمل الأعمال الصالحات كلها تريد أن تلال الثواب من الله جل وعلا فلا تكل ولا تمل ولا تتضايق في أدائك للصلاة تقوم لصلاة الفجر وتترك الفراش الوثير لأجل أن تحصل على الثواب من الله تمشي للصلاة الظهر أو العصر في حر الشمس وتتعرض لي المشاق لأنك ترجو ثواب الله تدفع جزء من مالك لأنك تريد المضاعفة والأجر والثواب من الله وحصول المنازل العالية من الله وهكذا بقية الأعمال الصالحة تمتنع عن الأكل والشرب والشهوات في رمضان من طلع الفجر إلى غروب الشمس وتتحمل الجوع والعطش لأنك تريد الأجر والثواب من الله لا تريده من فلان ولا علان لا تريد محمدة ناس أو مدحهم لك أو ثناؤهم عليك وإنما تريد الأجر من الله فمن آثار التوحيد في العبادة هو أن تصبر على ما يصيبك ومن ذلك الصبر عن المعاصي فالنفوس مجبولة على حب الشهوات لكن هناك شهوات محرمة الله تعالى أباح النكاح وحرم الزينة وأباح البيع وحرم الربا ف تمتنع عن المحرم من الربا أو من الزينة أو من الغيبة أو من النميمة أو من سائر أنواع الشرور والآثام خوفاً من الله وطمعاً في ثوابه ورغبة في ما أعد الله للطائعين وخوفاً من عقابه تخاف من عقاب الله وترجو ثواب الله تخاف من عقاب الله فلا تجرؤ على المعاصي وترجو ثواب الله فتسارع إلى فعل الخيرات وقد قال الله جل وعلا منبهاً عبده المؤمن بأن يصبر على عبادة الله ومعرفاً بأن الله تعالى هو المستحق للصبر على سائر الأمور والمداومة على الطاعة يقول تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية الله تعالى هو رب السماوات والأرض وهو رب ما بينهما ومنه أنت فكلكم مخلوقون لله مربوبون له عبيد له فالمطلوب منك أن تعبد الله وأن تصبر لعبادته أن تصبر على عبادته بجميع أنواع الصبر فلا تكل ولا تمل ولا تتضايق ولا تستطل المدة وإنما اصبر على عبادته وأن تتعبده وحده دون غيره هل تعلم هل تعلم له سمية هل له مسامي أو هل تعلم له شريك أو هل تعلم له مساوي في ذاته أو في أسمائه أو في استفاته لا بل هو جل وعلا المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء وهو له الملك كله وله الحمد كله وهو المستحق لأن يعبد وحده دون غيره فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره والأمر الخامس من أثر التوحيد على العبادة مراقبة الله جل وعلا واستحضار مرتبة الإحسان في عبوديته وهي أعلى مراتب العبودية فمراقبة الله تعالى المراقبة التامة تورث عند العبد مراقبة الله تعالى والخشية منه في السر والعلن وقد قال الله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه الإنسان ليس له أن يخون أمانته أو يخون ذمته أو يخون في أمانته أو نحو ذلك الله تعالى أذن للإنسان أن يعرض في خطبة المبانة من وفاة أو طلاق ثلاث ولم يبح له التصريح بالخطبة فالتصريح بالخطبة محرم لكن التعريض مباح الله تعالى يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه احذر أن تصرح في خطبة المرأة المعتدة من وفاة أو المعتدة من طلاق بيع وهو طلاق الثلاث أو الطلاق بعوض فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذا والشاهد في هذا قوله فاحذروه فيجب على الإنسان أن يحذر لأنه مراقب مراقبة تامة في ظاهره وباطنه ويقول الله جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا وهذا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام تحذير لرسولنا عليه الصلاة والسلام عندما حرم عليه أن يتزوج على نسائه التي في ذمته أمهات المؤمنين التي رضينا به عن أن يفارق هن وقلنا رضينا بالله جل وعلا في قول تعالى إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى للمحسنة من كن عجر عظيم فكلهن قلنا نريد الله تعالى ورسوله والدار الآخرة فالله تعالى حذر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدهن بحرة وعذن له أن يتسر بمملوكه فالله تعالى مراقب للأمور وهو جل وعلا عالم بما تأول إليه وقائم بتدبيرها على أكمل نظام وأحكمه فالله جل وعلا أوجب على الإنسان أن يكون محافظا على أمانته وقال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فالله جل وعلا مع الناس كلهم معية علم واطلاع ويجازي كلا بعمله أينما كان الإنسان لو أن الإنسان أغلق عليه بابه وعرخ استار وأطفع أنواره وعمل منكرا فإن الله تعالى يعلم بفعله يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا فلا يظن الإنسان أنه إذا كان لا يراه أحد من المخلوقين أنه بمعمن وسط وإنما هو مكشوف عند الله تعالى والله تعالى مطلع على كل حركة منه وسكون فهو يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويعلم حركة الحيتان في قيعان البحار فلا يظن الإنسان أن له الحرية يعمل ما شاء من المحرمات والمنكرات فتزداد مراقبة الإنسان لربه ويستحضر عظمة الله تعالى وقد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك روح البخاري فالإنسان عليه أن يحرص على أن يصل إلى هذه المرتبة العالية الرفيعة في العبادة فهي أعلى مراتب الدين أن تتعبد لله كأنك تشاهد الله لكن أيقن يقينا تاما بأن الله تعالى يراك في كل لحظة من لحظاتك في ليلك ونهارك في كونك بين الناس أو كونك خاليا وحدك في ليل أو في ظلام أو في سر أو في علنية فعليك أن تتعبد لله جل وعلا مخلصاً مخلصاً لله تعالى ومراقبة الله منزلة عالية كما قال ابن القيم دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين هكذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في معنى أن تعبد الله كأنك تراه فأنت تديم اليقين بأن الله تعالى عالم بك مطلع على أحوالك الظاهرة والباطنة فتستديم هذا العلم واليقين فتكون هذه هي المراقبة الحقيقية وثمرة ذلك أن ينشأ عندك أنك مراقب دائما وأبدا من الله تبارك وتعالى فلا تعمل من العمل إلا ما يرضيه ولا تقصر في شيء يغضبه تركه وإنما تسارع إلى فعل الخيرات وتمتنع امتناعا تاما عن فعل المحرمات الأمر السادس من آثار التوحيد في العبادة هو التدبر والتفكر في آيات الله جل وعلا هذه منزلة عظيمة لمن يكرمه الله جل وعلا فيها الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الإنسان إذا شغل نفسه بالتفكر في خلق السماوات والأرض وشغل نفسه بالتعمل في هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا هذا الكون الذي نعيش فيه نرى الجبال ونرى العرض نرى الأنهار نرى الأشجار نرى النباتات نرى البشر من حولنا نرى الحيوانات وكل هذه في كل واحدة منها مجال للتفكر والتعامل والتدبر وهذا حث من الله تعالى على العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها ولهذا قال الله تعالى لآيات ولم يقل على المطلب الفلاني ونحو ذلك إشارة لكثرتها وعمومها وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية وتفاصيل ذلك لا يحصرها الإنسان ومن ذلك نفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون فكر في عظم من أعضائك تجد أنك تأخذ وقتا طويلا في التعمل لفيه ما استطعت أن تحيط بما فيه من العجائب والغرائب فكر في لسانك فكر في عينك فكر في أذنك فكر في نفسك فكر في حركة قلبك فكر في حركة رئتك فكر في حركة أناملك فكر في تفكيرك فكر في أكلك وشربك وهضمك وإخراجك وغير ذلك كل جزئية من هذا تجد أنه يوجد في نفسك مصانع ومعامل تشتغل وأنت لا تعلم عنها ولست أنت التي تدبرها فالله تعالى يقول هذه الأشياء فيها آيات لأولي الألباب ليستدل بها على المقصود منها وهذا يدل على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله تعالى فإذا تفكرنا بها عرفنا أن الله تعالى لم يخلقها عبثا ونقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك بل خلقها الله جل وعلا وحده وهو الحق وعبادته حق تجتمل على الحق ومن ذلك أننا نعبدك عبادة حقا فقنا عذاب النار واعصمنا من السيئات ووفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار ونسأل الله تعالى الجنة لأننا إذا قمنا بهذه الأمور حفظنا الله تعالى وصاننا أن نقع في الرداء فالخوف إذا قام بالقلب دعا صاحبه إلى أن يوقر الله ويتفكر ويعظم الله جل وعلا والأمر السابع هو الخوف من الله ومن عدم قبول عمل الإنسان الإنسان إذا خاف من الله سارع إلى طاعته وانتهى عن نهيه وإذا خاف من عدم قبول عمله فإنه يكثر من الأعمال الصالحة وينقاد إليها وقد قال الله جل وعلا في حق العنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما ذكرهم في سورة العنبياء يقول جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يعرفونه من الله كانوا يخافون من الله ويسارعون إلى الأعمال الصالحة ويخافون عن ترد أعمالهم فيدعون الله تعالى رغبا ورهبا رغبة فيما عند الله ورهبة من الله جل وعلا وخوفا من عقابه وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين ومتذللين ومنقادين لعمر الله تبارك وتعالى فالإنسان عليه أن يسارع إلى فعل الخيرات وأن يكون مشغولا بها لا مشغولا بغيرها عنها ويقول جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وهذا تنبيه لأهل الإيمان الذين يعملون الأعمال الصالحة ويبذلون قصارا ما يستطيعون من جهد في التقرب إلى الله والابتعاد عن محارمه ومع هذا يخافون أن ترد أعمالهم أو أن لا تقبل فيؤتون ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك وصيام ومع هذا قلوبهم وجلة خائفة خائفة لماذا أنهم إلى ربهم راجعون يخافون عند العرض على الله تعالى عندما تعرض الأعمال ويقفون بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية وغير محققة لما طمحوا إليه لعلمهم بربهم وما يستحقه من العبادة والإخلاص وأصناف العبادات فيكون الإنسان على خوف ووجل دائم من الله تبارك وتعالى في كل أموره ونحن في هذه الأبو أيام نستقبل شهر رمضان المبارك الذي كتب علينا صيامه كما كتب على الذين من قبلنا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالله تبارك وتعالى يخبرنا بما من به علينا من عبادة الصيام التي فرض علينا وفرضها الله تعالى علينا كما فرضها على الأمم السابقة وهذا فيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لنا أن ننافس الأمم السابقة التي سبقت علينا فنكمل أعمالنا ونسارع إلى صالح الأعمال وخالصها وأن هذا ليس من الأمور الثقيلة وليست مما اختصصنا به ثم ذكر جل وعلا حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون فالصيام يا عباد الله من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثالا لعمر الله واجتنابا لنهيه فمما اجتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك محرم الله عليه من الأكل والشرب ونحوها فهذا من التقوى ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك ما تهواه نفسه مع قدرته على تحصيل هذه الشهوات لكن يتركها لعلمه بالطلاع الله تعالى عليه ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم وبالصيامية يضعف نفوذه وتثقل منه المعاصي فلا يسارع إليها وفي أي ولي ليلة من رمضان تصفد فيه الشياطين فلا ينفذون في رمضان إلى ما كانوا ينفذون إليه في غيره ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعة من خصال التقوى ومنها أن الغنية إذا ذاق علم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين وهذا من خصال التقوى فالإنسان يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله والله تعالى عندما ذكر أنه فرض الصيام على هذه الأمة أخبر أنه أيام معدودة قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلا آخر لو عرض للإنسان عارض من مرض أو سفر أن الله تعالى يبيح له الفطر للتخفيف عنه من المشقة لأن الغالب في المرض والسفر أن فيهما مشقة ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمر الله تعالى المفطر بسبب السفر أو المرض أن يقضي في أيام أخر إذا زال المرض وانقض السفر وحصلت الراحة في قوله فعدة من أيام أخر كما ذكر جل وعلا أن الصوم المفروض علينا هو شهر رمضان الذي حصل فيه لنا خير عظيم غير الصيام ومن ذلك نزول هذا القرآن المجتمل على الهداية لمصالحنا الدينية والدنيوية وبيان الحق بعوضح بيان وفرق الله تعالى بالقرآن بين كثير من الأمور وبين الحق من الباطل فيها وهدانا إلى الحق وبين لنا أهل السعادة والشقاوة فحقيق بالإنسان أن ينتهز هذا الشهر الكريم الذي هذا فضله وهذا إحسان الله تعالى علينا فيه وأن يكون موسما للعبادة مفروضا علينا فيه الصيام فنستغل فيه سائر القربات والطاعات وقد قال الله تعالى لنا فمن شهد منكم الشهر فليصم وهذا تعين للصيام على القادر الصحيح الحاضر فيجب على الإنسان أن يحافظ على صيام هذا اليوم على صيام هذا الشهر الكريم بدءا من أول أيامه إلى آخرها ولا يفرط في شيء من ذلك هكذا يجب على الإنسان المسلم أن يجتهد في حفظ عباداته كلها وأن يكون في كل أعماله بعيدا عن الرياء وبعيدا عن السمعة وبعيدا عن النفاق وبعيدا عن الشرك يكون موحدا لله مخلصا لله في العبادة لا يشترك في عمله لله أي مخلوق ملكا أو نبيا أو وليا أو واحدا من الناس أو من دون هؤلاء فكل هؤلاء لا يستحقون شيئا من العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا فا فليس للإنسان أن يشرك معه أحدا في العبادة بل تكون العبادة لله وحده لأنه هو المستحق لها وغير الله لا يستحق شيئا من العبادة فالله تعالى هو الذي له الحكم وله العمر وله التدبير في كل شؤون الخلق وفي كل أحوالهم فعليهم أن يوحدوه في كل أحوالهم في سرائهم وضرائهم وليلهم ونهارهم نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا ومعنى إيمانا واحتسابا أن يكون الإنسان يعمل هذه الأعمال لله وحده خالصة لا لأحد يشترك معه فيه وأن يحتسب ما يصيبه من التعب والعطش والجوع والمشقة عند الله تعالى بالعجر والثواب فلا يتململ ولا يضجر ولا يتضايق وإنما يكون راغبا في طاعة الله مشمرا فيها غير متململ ولا متضايق ونسأله جل وعلا أن يجعلنا في كل عباداتنا من أهل التوحيد والإخلاص في العبادة والمتابعين لرسولنا صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة